الولايات المتحدة أطلقت شرارة حرب تجارية مع الصين لا يكون العالم بمنأة من تداعياتها كما أطلقت روسيا شرارة الحرب لإعادة درعا والجنوب السوري إلى سيطرة القوات النظامية التي وصلت طلائعها إلى معبر نصيب على الحدود مع الأردن والتي لن تكون تداعياتها محصورة في لبنان حروب سياسية متحركة تجري على جبهات الحكومة العتيدة على خلفية صراع الأحجام والحقائب فالتصعيد بين القوات والتيار أخرج إلى العلن تفاصيل تفاهم معراب وما تضمنه من اتفاق على تقاسم الحقائب الويزرية والإدارية في مقابل التسهيل عملية انتخاب الرئيس ميشيل عون والكباش مستمر بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني والمستقبل وسنة فريق 8 أذار في وقت يستكين مربع التأليف في ظل أفق مقفل بالعقد والمطالب الداخلية والمخاوف الدولية من أن يكون مطلب حزب الله بالحضور الوازن في الحكومة العديدة مقدمة لأن تكون له اليد الطولة في السلطة التنفيذية والإمساك بوزارات حساسة لا يستسيغها المجتمع الدولي وفي هذا السياق أوردت وكالة المركزية أن أكثر من ديبلوماسي دولي نقل إلى المسؤولين اللبنانيين في الأسبوع الماضية تحذيرات من إسناد حقائب حساسة إلى حزب الله فيما بعض العواصم أبلغت من يعنيهم الأمر أن الدعم الذي تقدمه لأي وزارات سيتراجع وربما يتوقف إذا استلمها الحزد